بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي من خلال بث قنوات عين التلفزيونية وسنتعرف سويا على درس من مادة التربية الإسلامية للصف السادس الابتدائي معكم الأستاذة سهام الوعلة من معاهد وبرامج التربية الفكرية موضوع الدرس طلابي وطالباتي لهذا اليوم هو صورة البيينة إذن سنتعرف سويا على صورة البيينة يوجد هناك هدف عام لهذا الدرس وهو تعليم صورة البيينة أما الأهداف الخاصة هي أولا أن يستمع الطالب والطالبة إلى آيات صورة البيينة ثانيا أن يردد الطالب والطالبة آيات صورة البيينة ثالثا أن يتعرف الطالب والطالبة على معاني صورة البيينة رابعا أن يشير الطالب والطالبة إلى آيات صورة البيينة خامسا أن يكلوا الطالب والطالبة آيات صورة البينة وأخيرا أن يحفظ الطالب والطالبة آيات صورة البينة حتى نستفيد سويا طلابي وطالباتي من الدرس هناك قوانين للصف الافتراضي سوف نتفق عليها ونطبقها إذن قوانين التعلم عن بعد أولا أبحث عن مكان هادي لحضور الحصة الدراسية ثانيا أقوم بتجهيز جهاز الكمبيوتر أو الجوال استعدادا للدرس أتذكر طلابي وطالباتي أن أذهب إلى دورة المياه قبل بدء الحصة ثم أجلس جلسة صحيحة استعدادا لحضور الحصة أيضا من قوانين التعلم عن بعد أستمع لكلام معلمتي جيدا عندما تتحدث ومن قوانين التعلم عن بعد أيضا أجلس حتى انتهى وقت الحصة الدراسية ونتذكر أن نتعلم جيدا حتى نتفوق وأخيرا بعد الانتهاء من حضور الحصة الدراسية أقوم بترتيب أدواتي المدرسية في الحقيبة أو في المكان المخصص لها أولا طلابي وطالباتي سنتعرف على أداب تلاوة القرآن الكريم هناك أداب يجب أن نلتزم بها قبل قراءة القرآن الكريم أولا أن نكون على طهارة ماذا أقصد بأن نكون على طهارة أتأكد أن أقوم بالوضوء وطهارة البدن استعدادا لحمل القرآن الكريم وتلاوته ثانيا من أداب تلاوة القرآن الكريم الاستعاذة والخشوع إذن الاستعاذة والبسملة بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيضا أقوم بالخشوع أثناء تلاوة القرآن الكريم أيضا من أداب تلاوة القرآن الكريم أن أضع القرآن الكريم في المكان المناسب ما هو المكان المناسب لوضع القرآن الكريم؟ ومكان مرتفع ومكان نظيف لا أقوم بوضع القرآن الكريم على الأرض أو في مكان متسخ أيضا من أداب تلاوة القرآن الكريم طلابي وطالباتي لا ألتفت أثناء التلاوة وأقرأ بخشوع إذن سنقرأ طلابي وطالباتي سويا وأريد منكم أولا الاستماع إلى المعلمة أثناء قراءة صورة البيينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه إذن قمت أنا وأنتم سويا بقراءة صورة البيينة أقوم بعد آيات صورة البيينة من خلال النظر إلى الأرقام الموجودة في الدوائر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن كم عدد آيات صورة البيينة؟ أحسنتم عدد آيات صورة البيينة ثماني آيات إذن تعرفنا سويا على صورة البيينة سنقوم سويا بالقراءة والترديد خلف المعلمة من آية رقم واحد إلى آية رقم خمسة فقط لهذا اليوم وفي الأيام القادمة بإذن الله سنكمل آيات صورة البيينة نقوم بالاستعاذة والبسملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إذن أريد منكم في المنزل كأولياء أمور أو معلمين للطلاب والطالبات بقراءة صورة البينة من الرقم واحد إلى الرقم خمسة والطلب من الطالب والطالبة أن يقوم بترديد هذه الآيات عدد آيات صورة البينة نتذكر سويا كم عدد آيات صورة البينة أحسنتم عدد آيات صورة البينة ثمانية صورة البينة هل هي مكية أم مدنية؟ صورة البينة هي مدنية لأنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة إذن سبب أو تسمية صورة البينة بصورة مدنية هو لأنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة نقرأ ونردد سويا مع الطلاب والطالبات صورة البينة ببطء من الآية رقم واحد إلى الآية رقم خمسة معنى آيات صورة البينة لماذا سميت صورة البينة بهذا الاسم؟ اسمها مأخوذ من الآية الأولى التي تبتدأ بها حيث قوله حتى تأتيهم البينة والبينة هنا بمعنى الحجة الواضحة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل أن المراد من البينة مطلق الرسل أيضا قيل أنها يقصد بها القرآن الكريم إذن ماذا نقصد بالبينة؟ هي الحجة الواضحة إذن سميت هذه الصورة بالبينة بمعنى الحجة الواضحة صورة اليوم نتذكر طلابي وطالباتي تعرفنا على صورة ماذا؟ أحسنتم صورة البينة نشاط رقم واحد أردد مع المعلم أول خمس آيات من صورة البينة أريد منكم التكرار والترديد مع والدتي أو إخوتي صورة البينة من الآية رقم واحد إلى الآية رقم خمسة بالنشاط رقم واحد في الكتاب المدرسي تعميم المهارة كيف أقوم بتعميم المهارة في الحياة اليومية؟ على أولياء الأمور تكرار قراءة الصورة مع الطالب والطالبة وترديدها في الصلوات المفروضة وشرح معاني الآيات لهم يجب مراعاة بعض الأمور عند التدريب على مهارة حفظ وتلاوة الصورة أولا أن يشترك كل من الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معا ثانيا أن تجزى آيات الصورة المراد حفظها حتى يسهل الحفظ لدى الطالب والطالبة وأقصد بأن تجزى أن تقسم عدد الآيات بما يتناسب مع قدرات الطالب والطالبة وأخيرا مراعاة قدرة وإمكانية الطالب والطالبة في الحفظ والتلاوة وأخيرا يوجد لدي بعض التوصيات أولا العمل على الإطلاع والمشاهدة على تكرار الدروس من خلال قنوات البث التلفزيونية مع وجود الكتاب المدرسي والقلم والصبورة ثانيا ضرورة حرص الوالدين على متابعة أبنائهم عند مشاهدة الحصص التعليمية ثالثا الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية رابعا جلوس الأهل مع الأبناء ومحاورتهم والاستماع إليهم وإلى ملاحظاتهم ومتابعة تقدم تحصيلهم الدراسي أولا بأول خامسا خلق بيئة منزلية محفزة للأبناء في المنزل من خلال تشجيعهم بالمحفزات والمكافآت المادية والمعنوية أثناء إتمام المهارة سادسا نقل أثر التعلم من الحصص الدراسية إلى المنزل من خلال الأنشطة اليومية المنزلية مثل ماذا قراءة الصورة في الصلوات المفروضة أو أيضا في أوقات الفراغ سابعا أتذكر أن أقوم بالمحاولة بالتكرار والترديد مع الطالب والطالبة بعد الانتهاء من الدرس لكي يتسهل على الطالب والطالبة حفظ وتلاوة الصورة وأخيرا شكرا لحسن استماعكم كانت معكم الأستاذة سهام الوعلو اشتركوا في القناة